في أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد اليمام الصادق عليه السلام أجلت محكمة الاستناف القضية إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري للاستماع لأقوال ضابط الواقع الجلسة تاتي لاستكمال محاكمة المتهمين عقب صدور أحكام بالإعدام على سبعة مدانين في القضية وأحبس ثمانية متهمين وتبرئة أربعة عشر آخرين من أصل تسعة وعشرين متهما بعد مضي أكثر من شهر على صدور أحكام قضائية بالإعدام لسبعة مدانين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين وخمسة عشر سنة وتبرئة أربعة عشر آخرين عقدت محكمة الاستناف أولى جلساتها لاستكمال محاكمة المتهمين في القضية والبالغ عددهم تسعة وعشرين متهما المحكمة قررت خلال الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري للاستماع لأقوال ضابط الواقع في جلسة سرية وكشفت الجلسة عن تراجع المتهم الأول في القضية عبد الرحمن صباح عيدان الذي صادر ضده حكم بالإعدام عن جميع أقواله الذي أقر بها أمام محكمة الجنايات كما أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم من المحكمة وكانت محكمة الجنايات عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في الرابع من أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين وثلاثة عشر شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد المدانون في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق شاركوا في السادس والعشرين من يونيو المنصر ثاني جمعة من شهر رمضان الماضي في عملية إرهابية استهدفوا خلالها المصلين في مسجد الإمام الصادق عليه السلام أثناء صلاة الجمعة واستشهد على إثرها ستة وعشرين من جموع المصلين في المسجد وأصيب مئتان وسبعة وعشرون آخرون موسيقى